هي يعني بسبب التحريف صارت الاختلافات لو من الأساس كانوا يكون قرائين مختلفة في الحقيقة هناك دراسة مهمة صدرت في ستة أجزاء عن جامعة الكويت أشرف عليها وكتب هذه الدراسات الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر وأثبت فيها أن هناك أكثر من قرآن وأن عثمان عندما أحرق المصاحف لم ينل مصحف علي أو مصحف ابن مسعود أو مصحف ابن كعب فقد أخفى هؤلاء الثلاثة مصاحفهم كما أن هناك سبع طرق لقراءة القرآن وحديث محمد نزل القرآن على سبعة أحرف وكلها شاف كاف والآية ومعنى هذا أن هناك سبع قراءات هي ليست سبع فقط هناك أرضا ثلاثة تسمى المكتملة وهناك أربع قراءات تسمى الشاذة فيكون المجموعة أربعتاشر قراءة للكرآن بأربعتاشر قرآن بأربعتاشر رواية بأربعتاشر لهجة والاختلاف بيجي في الإملاء في الحركات في الإعراب في الاستبدال بكلمة بكلمات مشابهة اللي هو بيسمه التصحيف تغيير مواضع الكلمات إضافة أو حسف كلمة أنا هدي مثال واحد فقط من آية مشهورة والآية عن السيدة مريم من سورة مريم آية 19 سورة مريم الآية 25 كان بودي نستخدم الكتابة قراءة حفص الآية وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنية نعم أو رطبا جنية قرأة حفص تساقط وقرأة حمزة والأعمش تساقط وقرأة عاصم والكساء والأعمش يساقط وقرأة النحاس كتاب الأعراب تسقط وقرأة مسروق تساقط وقرأة أبو حي يساقط وقرأة أبو حي مرة أخرى قراءة أخرى تسقط هناك هناك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبع قراءات لكلمة واحدة وكل كلمة تعطي معنى مختلفة وأنت تعلم أن زيادة المبنى يساوي زيادة المعنى قاعدة أعرابية معروفة في النحو العربي أو في القواعد العربية أو في الكلمات العربية نعم يعني ضرب غير ضربة نعم كتب غير كتبة تمام تساقط غير تساقط أو تسقط فهذا اختلاف شديد في قراءة الكرآن وبالتالي فهناك أكثر من كرآن غير المصاحف المخبأة لأعلام الصحابة ابن مسعود والإمام علي وابن كعب شكرا في أيام نفس السؤال إليك وبعدين راح أجي إلى الأخوة دكتور عيمات ومحيب في أيام أبي بكر أبو بكر صديق حدث هناك صراع في عملية القرآن أو جمع القرآن وحدثت فتنة كبرى بين فريقين بين أعتقد علي وعبد عبده ابن مسعود عبدالله بن مسعود التي هو الكاتب 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 الأول للوح للنبي أوكي دل طيب soccer هو يعتبر البداية للفتنة الكبرى لماذا عثمان كان أخذ جانب كأموي وأبو بكر وعمر أخذوا جانب وعلي وأتباعه أخذوا جانب كانت هناك ثلاثة فرق وكان هناك الصراع بين الأوس والخزرج وكان صراع بين المهاجرين والأنصار كل هذه الصراعات اشتدت وتفاقمت وتصارعت بعد موت محمد إنه الإرث إنه الميراة إنها الخلافة إنها السياسة وبدأت الحرب حرب عندي آيات وهو يخفيها عني وهذا عنده آيات ويخفيها عن المسلمين فقام أبو بكر بتكليف زيد ابن ثابت بجمع الكرآن هذا الجمع يسمى جمع إحصائي بمعنى إنه ليس جمع بمعنى الاختيار وإنما جمع بمعنى إنه يحصي كل ما عنده مصاحف يأتباع لأنه أنت قلت جمع راح أسألك أنه حسب ما عرفت منك أنه هناك صار مرتين جمع أو جمعين جمع الأول جمع الثاني راح أرجح إلى الفرق أو المال فرق بين الجمع الأول والجمع الثاني اللي هو جمع حثمان وجمع أبو بكر لكن قبل ما أجي عليك أنا عايز بس أقولك حتة مهمة عن الجمع الأول قبل ما سيبها لأنها مهمة يعني التصور في الجمع الأول لم يفت على موت محمد لم يمر على موت محمد مثلا سنة أو اثنين وتزعم عائشة أن آية الرجم وآية رضاع الكبير قد أكلتهما بهيمة كانت مكتوبة في قرطاص تحت فراش النبي ولما مات النبي انشغلت فأكلتها البهيمة فلك أن تتصور كيف تم التحريف وكيف تم التصحيف في الكرآن نعم رح أرجع مرة ثانية على الفرق بين الجمع الأول والجمع الثاني بس الآن قبل ما أكمل معاك أريد من دكتور عيمات أو أخ محب على ما طرقنا عليه أو الدكتور محمد إذا عندكم أي إضافة أو تعليق على موضوع السوفر اللي قلنا به أنه تحريف القرآن بين الأدلة والبراهين بصورة عامة أو على ما تفضل به دكتور محمد فضل دكتور عيمات عندك شيء؟ أنا عندي حاجة مهمة قوي جات في كتاب البيان للإمام الخوئي وده أكبر قيمة الشيعة نعم وقال فيه في صفحة 222 نعم إن وجود مصحف للإمام علي ده يأكد كلام الدكتور رحوم نعم وجود مصحف للإمام علي أمر لا شك فيه وكل العلماء يقولون ذلك فمش بقى مصحف عثمان بس لا زي ما الدكتور رحوم قال أخفى عليهم الأمر ما تدروش حرقوه وده اللي الشيعة مستنيينه دلوقتي أمر يعني لا منقشة فيه وهذه الزيادة نزلت في القرآن بتاع مصحف علي مش موجودة في عثمان والأمر ده يستند تماما على ما ذكره الإمام الطبري في كتابيه الاحتجاج كتاب اسمه الشيعة والتصحيح الدكتور موسى المساوي ذكر هذا الأمر نعم إن الإمام الخوئي بيقول في كتابيه البيان مفيش شك إن فيه مصحف للإمام علي غير مصحف عثمان وفيه زيادات ودي مش عايزة منقشة يعني تقريبا أنت جاوب كان عندي سؤال إلك لأنه أنت اختصاصك الصحابة فالسؤالي خليني أعيد السؤال ولو أنت جاوبت جزء منه ربما تكمل الآن هل القائلون بتحريف القرآن لأنه أكو فئة يقولون أنه نعم أكو تحريف نعترف هل هذه الفئة الذين يعترفون بتحريف القرآن هم شيعة لسنة أم ثالث طائفة أيوة بكل تأكيد أن علماء الشيعة دلوقتي هم أكتر بيقولوا أن الكرآن تحرف أكتر من السنة طبعا لكن اللي اتنين بيقولوا زي ما هنشوف يعني أعمدت هنشوف دلوقتي لكن اللي عايز أأكد عليه أن فيه كتاب طلع مشهور جدا نعم اسمه الشيعة والتصحيح مه الكتاب ده معالم معاصر موجود معنا دلوقتي اسمه موسى الموساوي دوت من أكبر علماء الإسلام في نورسا أمريكا نعم يعني ده موجود حاليا كتب كتاب اسمه الشيعة والتصحيح مه وبيقول فيه القائلون بالتحريف الكرآن ده رد على سؤال حضرتك نعم يشكلون عددا من علماء الفرق الإسلامية كلها مه الشيعة والسنة مه المتفق عليه نعم ده موضوع ده مهم جدا نعم لأن المسلمين كتير يقولوا إيه يا حباقي الإنجيل بتاعكم متحرف الإنجيل متحرف مه يعني دلوقتي الإنجيل متحرف إيه ده دلوقتي أنتو ما عندكمش أي دليل الإنجيل متحرف مفيش علماء مسيحيين قالوا إن الإنجيل متحرف ترجمة نانسي قنقر